على بركة الله بعثة الاهل النهاردة غدرة القاهرة هي ما زالت حتى الساعة في الجو ان شاء الله توصل بسلامة الله الى مدينة الدار البيضاء المغربية دي لحظات الوصول في التاو يعني حالا هبطت في كانوا مشتنيينك تبقى وسيتها هبطت في مطار الدار البيضاء البعثة برئاسة الكابتن حسام غالي ويروفقها الكابتن محمود الخطيب وعدد من اعضاء مجلس الادارة استعداد مكسف وهادئ جدا واجواء اعتقد فيها الكتير من الاحترام والهدوء والتركيز للقاء الاحد مع الوداد على التتويق بطلا باذن الله تعالى لدورة ابطال افريقيا واضح في النهاردة ادى المراني الاخير له في ملعب مختار التيتش وبعد كده تناول اللاعبون وعضاء الجهاز الغداء ثم اتجه الجميع الى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة الرحلة كانت حوالي خمس ساعات ثم كان الهبوط زي ما انتوا شايفين في مطار كازابلانكا يعني اظن ان احنا من شكل البعثة والخروج على رأيك الهادئ ده وعدم يعني الصخب اتعلمنا درس الماضي الماضي القريب يعني ان احنا نروح مرة واحنا عارفين ان ممكن كل حاجة تبقى مش معك ولكنك مش عايش الاجواء دي بسلبياتها وشاغل نفسك بيها اول انت ليشغلك هذه المرة واعتقد ان الجمهور بدأ يتعامل مع الامر من هذا المنظور فعلا بوعي شديد اللي اشغلنا ماذا سوف نقدم في مواجهة كل هذه الصعاب بس احنا رايحين ما مريم مش سهلة وطولا من المباراة واحدة نتمنى من الله سبحانه تعالى التوفيق والتوفيق لكل العناصر اللي ليه علاقة بالمباراة وهمها طبعا التحكيم ثم التوفيق لجهاز الفني واللعيبة بتاعتنا يعني حالة فنية طيبة نرجو ان احنا نشوفها في الملعب باذن الله مستر مارس الكولر خد كل اللعيبة المتاحين معاه يمكن حتى كان اخره محمد الضاوي كريستو اللي انتهى مع مشاركة منتخب النشئين التونسي في كاس العالم للشباب وانضم للبعثة الشناوي طبعا الحارس الدولي الكبير بعد التأكد من جهازيته كمان وشفاءه شارك في التدريبات الاخيرة بقوة الاربع حراس قدوا تدريبات قوية الشناوي وعالي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء يمكن خدت تلت حراس معاه الشناوي وعالي لطفي وشبير وبقيت العناصر كلها الكل جاهز والكل في درجة الاستعداد الكابلة التوفيق ننتظر التوفيق من الله سبحانه وتعالى وان العيبة تبقى تلعب بالتزام وروح عالية جدا وسقها في قدرتها الترتيبات يا جماعة يمكن ديها بداية أو بداية الوصول على طول اللعبة لسه في المطار زي ما انتوا شايفين كابتن ساد عبد حفيز والمهندس سبيل عدلي كانوا سابقوا البعثة للدار البيضة عملوا كل الترتيبات لاستقبال الفري والترتيب الخاص بالإقامة والتدريبات بكرة الفري ان شاء الله تعالى الجمعة هيتدرب على ملعب العرب الزولي ويوم السبت هيتمرن في مراكب محمد الخامس اللي هتقام عليه المباراة المباراة الساعة عشر مساء الأحد بإذن الله ديكم شايفين انه الكل في حالة من الهدوء والتركيز ودي الحياة الاستراتيجية اللي كان الاهل اعتمادها من صفارة نهاية المباراة مباراة الزهاب الكل دخل في جو من الهدوء والتركيز مفيش استدراج لأي شيء ولا كلام ولا نتيجة الزهاب ولا غير مسموح بإصارة أي مشكلة أو الحديث حتى عن موضوع التحكيم سواء المباراة اللي فاتت أو المباراة اللي جاية كانت مسألة مهمة جدا انك انت تقفل على كل حاجة حتى بالثاني فات لو تذكر قلت لك انا مش عجبني فكرة هتدونا كم واحد وكم والمدرجات وتخصصونا ايه ما تخصصوناش ايه والجواب الاستخابة مسؤولة مين عشنا حجم من التشتيت ومواجهة مشاكل لا ينبغي لنا ان نواجهها كانت على حساب درجة تركيزنا مؤكد يا رب المرة دي نكون مستوعبين وانا ارى ان انا قد استوعبنا كثيرا حتى لما تقرأ تعليقات الجماهير تشعر ان هي ايضا بتحاول ان توفر هذا الجو من الهدوء والتركيز وعدم الضغط على اللعيبة حتى من فكرة وجهة النظر ان كل واحد عايز فلان بقى دي دي ماتش فلان ده مش عارف مباراة فلان طب اهمس في اوزن كولر مش عارف الكلام اللي اجد ومنه غير ان احنا ربما نكون بنصدر بعد الالأ لكن اعتقد ان هذه الاجواء مطلوبة ويجب هو ده بقى الاحتراف هو بقى ده اذا كنا بنتكلم عن الاحتراف هذه هي الاجواء المحترفة